السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن أسرة الأمير الراحل نواف الأحمد الصباح وكانت العديد من الصحف والمواقع المختلفة قد كتبت عن أسرته الكثير والكثير واليوم تستعرض صحيفة يبع بص السعودية تقرير مهم عن أسرة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل رحمه الله في التكرير التالي صور ومعلومات عن أبناء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله والذي رحل عن عالمنا صباح السبت 16 ديسمبر عام 2023 بعمر 86 عاما وبعد ساعات من إعلان الدوان الأميري وتلفزيون دولة الكويت رسميا وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تصدر اسمه الأكثر روجا في المنطقة وسط فضول معرفة أبنائه وعدد دوجاته ومتعلقات حول حياته الشخصية وكما كشفنا في تكرير السابق عن سبب وفاة أمير الكويت السابق نواف الأحمد والذي رحل عن عالمنا بعد معانته مع عرض صحي نتيجة مرضه وتحدثنا من خلاله عن طبيعة أزمته الصحية وموليده وعمره عند الوفاة حيث ورد الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح في منطقة فريج شويخ التابعة لمدينة الكويت هو من موليد 25 يونيو وعام 1937 ميلادية ورحل عن عالمنا في عمر يونيوه 86 عاما داخل إحدى مشافي الكويت متأسرا بوعك الصحية اشتدت عليه في أيام الأخيرة فيه 16 من ديسمبر عام 2023 شغل الراحل قبيل وفاته مناصب عدة وهي بالترتيب وزير الدفاع نائب رئيس الحرس الوطني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وليعهد الكويت أمير دورة الكويت أما أبنائه فهم في حسب الترتيب الشيخ أحمد نواف الصباح الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح الشيخ نواف الأحمد الصباح السيدة شريفة سليمان الجاسم الغانم زوجة الشيخ نواف الأحمد الصباح وطبعا كل واحد لديه معلومات على حدة الشيخ سار بن نوافل أحمد صباح من موليد عام 1960 وابلغ من عمر 62 عاما هو الابن الرابع من أبناء أميريك كويت الشيخ نوافل أحمد جابر المالك المبارك وهو عسكري بردبة فريق بوزارة الداخلية أما الشيخ عبد الله النواف هو من موليد عام 1958 وعمر 64 عاما وهو عسكري أيضا بردبة فريق ركن في جيش الكويتي الشيخ فصل النواف من موليد عام 1957 وكيل وزارة الداخلية ورقية من ردبة لواء إلى ردبة فريق في 30 مايو عام 2019 أما الشيخ أحمد النواف هو من موليد عام 1956 هو نائب الأول رئيس مجلس الزراعة وزير الداخلية نائب رئيس الحرس الوطني وحافظ حوله وكيل وزارة المساعد لوشين الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية وبذلك نكون كدأ استعرضنا لحضراتكم وظائف ومهام أبناء الشيخ نوافل أحمد الصباح رحمه الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم